في أعماق البحر المتوسط تتحطم آمال وتفقد أرواح أناس يهربون من واقع الحرب والفقر في بلادهم سعيا وراء مستقبل يضمن لهم أدنى شروط الكرامة الإنسانية أو هكذا يأملون لينتهي بهم المطاف إلى واقع أكثر مرارا 1500 هم من لقوا حتفهم في الأشهر القليلة الماضية أثناء رحلتهم نحو البقاء قادمين من أفريقيا والشرق الأوسط ليصنف العام 2015 الأسوأ في تاريخ الهجرة عبر مياه المتوسط خاصة بالمقارنة مع عام 2014 الذي اعتبر مأساويا وقتها وانتهى بعدد وفيات قاربت الثلاثة آلاف استنادا لما نشرته صحيفة الغارديون ويسلك المهاجرون عادة خمسة طرق باتجاه أوروبا حسب الهيئة المختصة بمراقبة الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي الطريق المتوسطي المركزي باتجاه إيطاليا عبر مالطا واليونان الطريق المتوسطي الغربي باتجاه إسبانيا من المغرب الطريق المتوسطي الشرقي العابر باتجاه بلغاريا وتركيا واليونان والطريق الغربي باتجاه بلاد البلقان نقطة الانطلاق حسب ما تشرح الهيئة هي من بلدان تفتقد للقوانين ولإجراءات أمنية مشددة على سواحل المتوسط خاصة ليبيا كما أن هناك حركة هجرة كبيرة من منطقة المشرق العربي خاصة سوريا لكن عدد المهاجرين من فلسطين على سبيل المثال خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2013 بلغ أربعة آلاف وهو ضعف العدد لمجمل السنة التي سبقتها ورغم المساعد الدولية لإيجاد حل لهذه الأزمة الإنسانية لا يبدو أن هناك استراتيجية واضحة باتجاه إجراءات أو قوانين تنقذ الموقف وسيظل الجدل قائما ما بين أهمية إنقاذ أرواح بشرية من جهة والالتزام بقوانين تمنع الهجرة غير الشرعية وتجنب البلاد المستقبلة أعباء توطين الوافدين إليها من جهة أخرى